عقدت وزيرة تضام الاجتماعين في القباج ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد لقاء مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة وذلك بهدف بحث استعدادات مشاركة منظمات المجتمع المدني في مؤتمر تغير المناخي الذي من المقارر أن تستضيفه مصر العام الحالي بمدينة شرم الشيخ وشهد اللقاء استعراض الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة الإسهامات التي قامت بها خلال الفترة الماضية وأكدت الجمعيات أن مشاركة المجتمع المدني هو بمثابة تأكيد على ثقة الرئيس السيسي في قدرات المجتمع المدني وفي دوره الحيوي في تنفيذ المشروعات القومية مما يساهم في بناء الوطن والاستثمار في الموارد البيئية والبشرية